طرف مكدونالدس بس ما تعرفش مين اللي عملوا اللي عمل الشركة دي اتنين اخوات ريتشارد و موريس مكدونالدس عملوا اول مطعم في عام 1940 في سان بريندو في كاليفورنيا عملوا فكرة الوجبات السريعة و نكحوا جدا وقتها في الوقت ده كان في واحد اسمه ري كروك كان عنده شركة صغيرة بتصنع آلات ملك تشيك بتقدر تصنع تمن كوبات في الدقيقة كان بيلف بيها على المطاعم يباعها لكن ري كان بيداق جدا لان ما كانش حد يشتريها منه وكان قرب يعلن افلاسه لكن بيجي له مكلمة ان في مطعم في كاليفورنيا عايز ستة آلات مرة واحدة وده طبعا لو خدت بالك ومركز معا من اول فيديو مطعم ماكدونالدس وبيتصدم ري لان مفيش مطعم ابدا هيستخدم ستة آلات لكن بيتصر ري بالمطعم وبيقول له احنا عايزين تمن آلات من الستة يعني اربعة وستين كوباية في المرة الواحدة الموضوع ده بيصير ري جدا وبيفكر ان هو يروح يجرب بنفسه المطعم ده راح فعلا ري المطعم وطلب والاكل كان قدامه في قل من ثلاث دقائل بيقابل ماك صاحب المطعم ولما لقاه شغوف بالمطعم خده يفرجه على المطعم من جوه قرر ري يشارك الاخين ويفتح سلاسل مطاعم مكدونالدس في امريكا كلها عرض ري على الاخين الفكرة ولكن هما رفضوا بسبب خفهم من المصاريف وان هما يخسروا اسمهم اللي كانوا قاعدين بيبنوا فيه كتير ومن هنا جات لري فكرة ان هو يبيع الاسم وياخد نسبة من الارباح لرجال الاعمال ري كان مصرع على هدفه رغم ان هو عنده 52 سنة ومراته مشجعتوش وقالت له انت تعيش اللي باقي من عمرك وتتبسط فيه لكن القدر كان مخبيله حاجة كبيرة جدا بدأ يلف على رجال الاعمال ورفضوا في الاول لكن قدر ان هو يفتح 1500 فرق في امريكا بس وعرف يشتري الشركة كاملة من الاخين بسعر 2.700.000 دولار وساعتها بيكون ري كروك صاحب المطعم بشكل كامل ودي فكرة فيلم The Founder وبقى اتفرج عليه سلام